اشتركوا في القناة مع طبيبين جون كيلر والدكتور زاير سحلون أخصائي العناية المشددة والأمراض الصدرية أثناء زيارتهم إلى مدينة حلب المحررة أهلا وسهلا بكم دكتور دكتور جون حسب ما فهمت أنك عندما دخلت مدينة حلب بمعبر كاستيلو شممت رائحة الموت رائحة الجسس المتفسخة بسبب استهداف الطيران الروسي وطيران النظام لهذا المعبر بتهمة الإرهاب أو بزريعة الإرهاب صراحة هل شاهدتهم في حالة الإرهابيين؟ عندما دخلت إلى الإرهاب بسبب استهداف الطيران الروسي السياسي 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 لم أرى في حلب أي شيء له علاقة بالإرهابيين أو بالإرهاب ما لاحظه هو مدنيين كالأطفال يستهدفون ونساء حوامل تستهدف وأبنية سكنية تستهدف ومشافي تستهدف ولم أجد إرهابيين طيب كيف إذن يصور الإعلام العالمي ويتعاطف مع نظام الأسد بأن كل البدن السورية التي تعيش حالة ثورة ضد النظام يحكمها الإرهابيين كيف تتكلم أن نسمع الأسد كيف تتكلم أننا نسمع أن المدينة والمدينة المدينة يتكلم أن تتكلم أن تكون هناك تراريس التي تحذرون من المساعدات من الإرهاب أعتقد أن المدينة ومعاً الأسد والمدينة لكن المدينة لا تفهم إسلام ومشأة الإسلام ومن أكبر أجانبنا نعيد المسلمين في نهاية جديدة نظر ما نحن نحن نظر مليون موسلمين في نحن 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 من الفيديين بأمين ويشترون من المسلمين من المصدرين بأمين لمدة ويشترك والصحافة في بلدي والشركة بشكل عام لديه معايير مزدوجة بالنظر إلى ما يحدث في سوريا وبالنظر إلى ما يحدث حتى في أمريكا السبب الرئيسي باعتقاد الدكتور جان هو الخوف من الإسلام أو الإسلاموفوبيا بحيث أن الصحافة تعكس وجهة نظر شائعة في الغرب وفي الولايات المتحدة الأمريكية فعندما يشاهدون إنسان مسلم يرتكب مجزرة في أورلاندو مثل ما حدث من أسبوعين عندما قتل عشرات من الأمريكيين في أحد النوادي وهو يقول أنه يدعم داعش فإنهم يتناسون أن هناك برميل يسقط في كل يوم في سوريا ممكن يقتل ستين شخص أو سبعين شخص مثل ما شاهد الدكتور جون فهذا الخوف الأعمى الذي يحصل لدى قسم كبير من الشعب الأمريكي والصحافة الغربية يعميهم عن النظر عن ما يحدث في سوريا ويجعلهم يخافون من كل المسلمين سواء كانوا في أمريكا أو في سوريا ويتناسوا المذابح التي ترتكب ضد المسلمين في سوريا بالعودة لزيارتكم دكتور جون هل أحد ما ضيقكم في زيارتكم هذه إلى المناطق المحررة التي يحكمها السور في مدية حلب؟ في هذا الطريق إلى أليبو هل انه تطلب قرارات جكوك أوشفّد بأي من الوصفة في أليبو؟ أليبو هي مرprint المناطق المحررة التي تحكمها السورية في مدية حلب هل أنه رأي من الوصفة حركة بالفعلة التي تطلبوا اي لكي تطلبتك هل 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 لم يتحلتك المحللين؟ لا. أنا محلقته بأمع رسالة. أنا محلقة بأمع فتحة بسيئة. أنا محلقة بأمع فتحة بسيئة منذ أولئك لتحصل على الهدف الملتقة. لا. لم أعرفة. ليس لتحصل على حقوق. وأنا أشترك في مكان الذي أحصل. لذلك لا أستمر في هذه السيئة وفي الأطلاق لم أشعر بأي مضايقة من أي أحد بل على العكس شعرت بالإحترام الكبير والحب والعطف من زملائي الأطباء والناس الذين شاهدتهم والمرضى حتى أنه زاد وزني خلال الأيام القليلة لكيلوغرامين بسبب الهاسبيتاليتي مثل ما يسمونه الإكرام الضيف أنا كنت في مناطق يذكر أنه ذهب إلى مناطق مختلفة في العالم وضيقة في هذه المناطق لكنه في حلب شعر بكل الاحترام والحب ولم يضايقه أحد طيب دكتور زهر بكل صراحة هل قدمت لكم فصائل الثورة السورية في مدينة حلب الدعم والحماية الكافية لإستمراركم في العمل الحقيقة نحن عملنا إنساني لا نتعامل بشكل مباشر مع الفصائل المختلفة نتعامل مع زملائنا الأطباء وزملائنا المسؤولين عن العمل المدني ونحب أن نركز على هذه الأمور بالصراحة لم نشعر بمضايقة لم نحتاج إلى حماية نحن أطباء نقوم بعملنا الإنساني ولا نحتاج إلى حماية إذن هذه الرسالة إلى الأطباء الموجودين خارج سوريا أنهم فليأتوا إلى سوريا إلى المناطق المحررة مناطق حكم فصائل المعارضة بدون خوف أو وجل الأمر الأساسي الذي لازم يدركه الجميع سواء في الداخل أو في الخارج أن الحصار حالة غير طبيعية حالة استثنائية لا يمكن السكوت عنها ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتقبلها تقبل أنه هناك مئات الآلاف في سوريا محاصرين من قبل حكومتهم ومن قبل الميليشيا التي تعمل مع حكومتهم وأنهم يموتون من الجوع وأنهم يموتون من الأوبئة وأن المؤسسات الإنسانية تمنع من الدخول إلى مناطق كشمال حمص، كدارية، كمضايا، كحلب هذا أمر غير طبيعي ولا يمكن أن تتجاوز عنه وجودنا هنا هو تحدي للسكوت المطبق للمجتمع الدولي على ما يحدث في حلب والمناطق الأخرى في سوريا ونحن نريد كسر هذا الحصار الذي المجتمع الدولي تقبله وصارت شغلة طبيعية لا يمكن السكوت على قصف المشافي المجتمع الدولي من 150 سنة قرر في مؤتمر جنيف بروتوكولات جنيف أن الطبيب والممرض إذا كان عم يعالج مريض حتى ولو كان هذا المريض عدوك يجب أن الطبيب والممرض والسيارة الإسعاف تحمى ولا تستهدف في سوريا وجدنا استهداف ممنهج للأطباء والمشافي أحد المؤسسات التي تعنى بالأمر السوري وثقت أنه 350 ضرب للمشافي صارت في سوريا خلال السنوات الأربع الماضية 95% من النظام السوري 730 طبيب ممرض قتل في سوريا مما أدى إلى هجرة الآلاف من الأطباء في سوريا هذا الأمر لا يجب أن يسكوت عنه وجودنا هو رمز لكسر هذا الصمت المطبق ولتحدي المجتمع الدولي أن يقوم بواجبه تجاه إخواننا في سوريا ليس فقط لأننا نحب سوريا ولكن لا نريد هذا الأمر أن يتكرر في أي دولة في العالم الحروب لها قوانين هناك أخلاق للحروب أخلاق متناسبة مع ديننا ومع ثقافتنا كمسلمين ومع الإنسانية لا يجب استهداف الطبيب أو الممرض أو سيارة الإصعاف أو المشفى وهذا الأمر نريد أن نكون الرائدين في الدفاع عنه ليس فقط لأننا سوريين بس لأننا إنسانيين لأننا طباء عندما الدكتور جان وأنا أقسمنا على أن نكون قصبات أقسمنا على أن نعالج أي مريض بغض النظر عن هذا المريض من أي فئة ينتمي سواء هذا كان المريض ينتمي إلى النظام أو لغير النظام سواء كان مدني أو عسكري أنا كطبيب واجب أن أسعف المريض وأنقذ حياته وهذا الأمر يجب أن يرسخ في ذهون الناس هذا الجواب سيقودني إلى سؤال دكتور جون في مدينة حلب المحرر الآن يوجد أقل من خمسين طبيب ومعظمهم غير مختصين في الوقت الذي كان قبل الثورة في حي واحد من أحياء حلب هو حي الشعار يزيد عدد الإطباء عن سبعمائة طبيب ما هي السبل التي يمكن أن يتكفلها المجتمع الدولي لحماية الكوادر الطبية من أطباء وممرضين ومختصين هناك مختصين في علينا في مكان واحدة في 1 تحي السعار في حي الشعار هناك حي 500 تحيار المحرر في ذلك سيئة ثوري one to try to set up a way there's a diaspora THE PYMmmm BUT every one for a living So the only way to help the international community help them bring them back is to end this conflict To bring them back to a free and growing Syria Once that happens then Because they have to come back to something What they had here is no longer here محطة ومحطة ومحطة أين يتحدث الآن أكثر من المناطقين في الولايات الأنسية ونحن نريد أن يتعود لا أعرف كيف يكون المستقبل في الجميع و أوروبا و أخرى ولكننا يجب أن يكون لدينا هذا مكان يتعود ويصبح مكان يتعود ويصبح المستقبل ويصبح المستقبل ويصبح المستقبل لتعود بها بعدما عينت ما يحدث في حلب أنا واجبي كطبيب في أمريكا أن أعود وأتكلم مع صناع القرار مع الحكومة الأمريكية وأحاول أن أقنعهم بتغيير سياستهم في سوريا من أجل حماية الأطباء والمشافي في سوريا هذا واجبي الأساسي وسأعمل عليه عندما أعود إلى الولايات التحدي الأمريكية سأجتمع مع السيناتر مع وزير الخارجية مع صناع القرار من أجل أن يحدث ذلك الأمر الثاني أنني سأجمع الأموال من أجل دعم الأطباء الموجودين والعمل الطبي الموجود هنا وأقدمه للمؤسسات التي تدعم العمل الصحي والإنساني في سوريا الأمر الأهم أننا لا بد أن نعمل كلنا بما فينا الأطباء في أمريكا من أجل إنهاء هذه الكارثة من أجل إنهاء هذه الحرب ضد الشعب من أجل إنهاء هذه الأزمة من أجل أن تكون تعود سوريا وحلب دولة آمنة بحيث أنها تجذب الأطباء إليها وتجذب العمل الطبي المتكامل وهناك أطباء كثيرين سوريين في الخارج يمكن أن يعودوا إذا توفرت الأمور الملائمة وتوفر السلام ويساهموا في دعم العمل الصحي دكتور زهر هذا فيما يخص تأمين حماية للمشافي والكوادر الطبية من القصف ولكن ما الذي يمكن أن يفعله المجتمع الدولي والحكومة الأمريكية والتحاد الأوروبي ودول الدنيا كلها تجاه ما يفعله النظام مثلا موت الدكتور محمد نور مكتبي في المخابرات الجوية من التعذيب مثلا اغتيال الدكتور ماجد بري ما الذي يمكن أن يفعله المجتمع الدولي ما الذي يفعله المجتمع الدولي كوادر الطبية المعتقلة عند النظام الآن وليس نوات طويلة ونحن تكونوا المجتمع الدولي ما الذي يفعله المميزين مرحب موضوع لا أعتقد أن ningún tipo تغيره تمامًا واحدة حلال تنكبين كريمة أعتقد أنني أملك الجواب المتكامل لهذا السؤال المعقد ولكن أعتقد أنه لا بد يقول دكتور جون أن تكون هناك مرحلة تحصل فيها عدالة انتقالية كما حدث في جنوب أفريقيا يحصل فيها محاسبة المسؤولين عن الجرائم الكبيرة كما حدث في الدول الأخرى يحصل فيها دعم أو جهد متكامل من المجتمع الدولة من أجل إعادة بناء سوريا ومن أجل تحقيق العدالة الانتقالية حيث من أجل توفر السلام والآمن والاستقرار في المستقبل دكتور زهر السؤال لك كيف تفسر ارتكاب كل هذه الجرائم بحق المدنيين الأبرياء من نساء وأطفال ومسنين ومدنيين ليس لهم علاقة حتى بالحرب ونحن الآن في قاعي يدفيها أطفال بكل أسف ويدفيها نساء ويدفيها حتى رجال بسبب ضعف الإمكانيات الطبية الآن مجيدة في المدينة المحركة كيف يمكن تفسر لي ارتكاب هذه المجازر من قبل الطبيب أقصى ما مثلكم على قسم العناية بالناس همه الأصلي ودراسته الأصلي هي الاهتمام بالإنسانية كيف يمكن أن تفسر لي أن يرتكب هذه المجازر باسم حماية الإنسانية وباسم بحارة الإرهاب طبعا هذا أمر لا يمكن تفسيره بشكل منطقي لا يمكن لأي عاقل أن يفسر كيف يمكن لإنسان بغض النظر سواء كان طبيب أو غير طبيب أن يبرر لنفسه تدمير نصف بلده ترحيل ملايين الناس تدمير المشافي والمدارس والأسواق على رؤوس المدنيين قتل الأطفال عشرات الآلاف من الأطفال دفع دولته إلى الهاوية لا يمكن تفسير هذه الأمور طبيعا أنك ما تفسير ذلك؟ صراحة لا أعتقد أن هذه البربرية التي نشهدها في سوريا يمكن أن تفسر بشكل عقلاني لا أعتقد أن هذه البربرية التي لم يشهدها التاريخ في العصر الحديث ممكن أن تفسر بشكل عقلاني من الواضح أن صناع القرار في هذا البلد يعتقدون أن أي إنسان موجود في منطقة خارجة عن سيطرتهم هو عدو بغض النظر سواء كان طفلا أو امرأة أو طبيب أو ممرض بغض النظر عن هذه الأمور وطبعا هذا الأمور لا يمكن تفسيره بشكل عقلاني كل الموجودين الآن في الغوطة الشرفية كل الموجودين الآن في دارية كل الموجودين الآن في حي الوعر في همص وكل الموجودين أيضا في مدينة حلب البحرة وأريافيا هم أعداء هم إرهابيين في نظر هذا النظام لا يمكن تفسير ما شهدناه في سوريا خلال الخمس سنوات الماضية إلا بهذا المنظور أن صناع القرار في هذا البلد وروسيا والدول الأخرى إيران وغيرها تعتقد أن كل إنسان غير موجود تحت سيطرة النظام هو إرهابي أو عدو سأنتقل بالسؤال لدكتور جون دكتور جون المنظمات الدولية الطبية المعنية بالشأن الطبي الإنساني ألا تملك آليات ومعايير لمحاكمة الأطباء الذين يرتكبون جرائم حرب بحق الإنسانية كبشار الأسد هل هناك أي مهارة للإنسانية المدكة التي يمكن أن تصدرون المدكة الذين يتحدثون من حيات المقرارات وقد قمت بإنسان أنه يقول أنه الرئيسي المنظمات هذا المدكة هو مدكة تكون مدكة لا يمكنني أن نظر مدكة لا أستطيع أن نظر مدكة المدكة التي تكون مدكة أو مدكة لا يعلم بوجود مثل هذا الأمر في المؤسسات الطبية العالمية إذا كان هناك محاكمات محاكمات لأطباء ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب كما حدث في ألمانيا النازية في محاكم نورنبورغ عندما حكم أطباء نازيين ارتكبوا جرائم وتعذيب وما إلى ذلك وجرائم ضد الإنسانية ولكن لم يقم بالمحاكمة مؤسسات طبية عالمية وإنما محاكم دولية أسست من مجلس الأمن والأمم المتحدة وقامت بمحاكمة هؤلاء المسؤولين عن جرائم الحرب طيب دكتور زهر حسب ما علمت منكم قبل الدخول إلى هذا اللقاء أنكم أجريتهم اليوم لقاءات مع الإزاعة العامة الأمريكية وعدد من قنوات التلفزية والإزاعة الأمريكية ما الذي قلتموه في هذه المقابلات؟ طبعا نقلنا لهم الصورة التي نراها في حلب نقلنا لهم صورة الإصرار الإطباء والممرضين والمدنيين على الحياة في حلب وعلى التعلم وعلى تطوير العمل الصحي رغم القصف الوحشي المتكرر واستخدام كل أنواع الأسلحة نقلنا لهم صورة الخطورة في الطريق إلى حلب وأن هذا الطريق الوحيد الذي ممكن أن يكون حياة هذه المدينة وشريانها ممكن أن يسد بأي لحظة بسبب وحشية الطائرات الروسية والسورية نقلنا لهم صورة ما شهدناه من مرضى أطفال ونساء هم ضحايا القصف الوحشي العدواني نقلنا لهم صورة الطيبة في هذا الشعب والاستقبال الحافل الذي وجدناه وكل هذه الأمور التي تحدثنا في هذا اللقاء والحقيقة أن الصحافة العالمية بشكل عام مهتمة جدا بأمر حصار حلب ولديهم الأسئلة الكثيرة عن ما يمكن أن يفعله ولكن هناك تردد بكيف أن يمكن أن نقنع صناع القرار العالميين رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ومجلس الآمن على الانتقال إلى الخطوة الثانية التي هي الانتقال من الكلام والقلق وما إلى ذلك إلى الخطوات العملية والشجب والتنديد والشجب إلى الخطوات العملية التي تمنع هذه الأمور التي تمنع هذه المحرقة التي تجري على الشعب السوري طيب بعجالة دكتور جون عندما تذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية بلدك ما الذي ستقوله إلى المجتمع الأهلي الأمريكي وليس إلى حكومات الدول وليس إلى حكومة بلدك؟ أمين مرئناً؟ أن الاطلاعية سوى الوحيدات أريد أن الاطلاعية ما هي الاصحة التي تفهمها هي هذا مرحل يريد أن تفهمها أن هناك الفن المنساجين وهان يمجر doctors وليس الآخرة يجب أن نفهمها قانون سأنقل أمرين مهمين جدا وهذا السبب الذي قدمت إلى حلب من أجله الأمر الأول أن أنقل لهم ما عينته من التدمير الممنهج للبنى التحتية للمجتمع في حلب وفي سوريا وكيف أن الشعب مصر على الحياة رغم هذا التدمير الممنهج للبنى التحتية المدارس المشافي وما إلى ذلك هذا الأمر عندما أنقله كغربي يدرك معنى الكلمة ويتعامل بنفس تفكير المجتمع الغربي ويدرك ما يؤثر فيه أهم جدا من أن أنقله تقارير أو أخبار ذكرتها وحتى هو أهم من أن ينقله من زملاء سوريين ممكن أن يكونوا متعاطفين مع بلدهم أما أنا كإنسان غربي محايد عندما أنقل هذه الصورة تكون إلى تأثير أهم الأمر الثاني الذي سأنقله هو موضوع الحرية نحن كشعب أمريكي ندرك أهمية الحرية تاريخنا هو قائم على الحرية فعندما أذكر أن ما يحدث للشعب السوري هو بسبب إصراره على الحرية وسبب أن الحكومة السورية تمنعه من الحصول على الحرية هذا الأمر مباشرة يزدب تعاطف الشعب الأمريكي إلى الشعب السوري لأننا ندرك أهمية ومعنى الحرية هل سيفكر الدكتور جوم بالعودة إلى سوريا أم أنه أخذ عهدا على نفسي بأن لا يشاهد هذا العنف وهذا الموت هل تتحرك أن تأتي إلى سيريا أو هذا؟ لا أريد أن أتصل إلى أعود لتعود كما عندما تتحدث ربما أكبر على الجهازي لا يتم تحرك لأي JOs me to work more time and don't be a burden ولكن أريد أن أعود إلى أعود وإنرا بأن الميحصي هو مشكل طريق سنعود لتعود إلى سيريا طبعا أنا سأقدم حتى خلال الأزمة وخلال الخطورة لأن هذه المشاهداتي الآن تشجعني على القدوم مرة ثانية وأمل أن تكون لغتي تحسنت بحيث أن أستطيع التواصل مع المرضى والأطباء بشكل مباشر ولا أعتمد على المترجمين طبعا مصر على القدوم رغم الخطورة الأمر الثاني أنني أحب أن أقدم بعد نهاية الأزمة إذا كان عمري يساعدني الدكتور جان عمره 70 سنة ما شاء الله فإذا طال عمري أعتمد أن أقدم إلى سوريا بعد انتهاء الأزمة ليساهم في إعادة بناء هذا البلد شكرا دكتور زهر آخر سؤال ما الرسالة التي تريد أن توجهها هو لمن الحقيقة هناك رسائل مختلفة ممكن أن نوجهها أول رسالة إلى زملاء الأطباء في سوريا والممرضين ما شاهدته خلال السنوات الماضية هو يعجز اللسان عن وصفه هؤلاء هم أبطال حقيقيون نحن نراهم ولا نشعر أنهم أبطال لأنهم يفعلون ما يفعلونه بشكل طبيعي وبشكل متواضع ولا يدركون أن ما يفعلونه هو خارق للعادة برأيي هؤلاء الناس استحقون جائزة نوبل للسلام على الأقل وكل جوائز التي ممكن المجتمع الدولي أن يقدمها لهم نحن عندما نقدم بصراحة لسنا نقدم على الأقل هذا شعوري بسبب أنني أعتقد أنني سأقدم شيئا لهؤلاء الأبطال وإنما لأشحن نفسي وأعود إلى معزيمتي وأنقل هذه الصورة إلى المجتمع للجالية السورية في أمريكا والجالية العربية والجالية الإسلامية وزملاء الأطباء الأمريكان من أجل أن يشعروا أن ما يحدث في سوريا هو أمر معجزة وليس أمر عادي أن إسرار الأطباء على الحياة والعيش في مشافي تحت الأرض وفي الكهوف وإسرار الأطفال على التعلم في مشافي تحت الأرض رغم القصف ورغم الأسلحة الكيموية ورغم البراميل هو أمر يجب أن نحترمه هذه الرسالة الأولى التي أقدمها لزملاء السوريين وإلى الشعب السوري الحقيقة هذا الشعب أنا رضعته من خليبه نحن زملاء السوريين لطباء في أمريكا وفي أوروبا وفي دول الخليج تخرجنا بسبب أن هذا الشعب دعمنا وجعلنا ما نحن عليه من النجاح في الدول وأدعو زملاء الأطباء في كل المغترب على أن يقوموا بواجبهم وهم يقومون بواجبهم ولكن ممكن أن يقوموا بأكثر الجالية السورية الأمريكية هي جالية متكاملة جالية غنية بالخبرات بالمال وقدمت الكثير إلى هذا الشعب خلال الأزمة ولكن لديها الكثير مما أن تقدمه الأمر الأخير الحقيقة هو تقديم رسالة إلى المجتمع الدولي أنهم يجب أن يشعرون بالخجل المجتمع الدولي الأمم المتحدة رئيس بلدي الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن يشعر بالخجل من عجزه على معالجة هذه الأزمة قبل أن تنتقل إلى المرحلة الكارثية كان المجتمع الدولي ممكن أن يوقف هذه الأزمة قبل أن يكون عدد القتلى 470 ألف قبل أن يكون عدد اللاجئين 5 ملايين وقبل أن يدمر نصف البلد والأماكن التاريخية والأماكن الأثرية التي هي حضارة عالمية هذا الخجل يجب أن يشعرون فيه من أجل أن يحركهم إلى إنهاء هذه الكارثة وإعادة بناء هذا البلد الذي كل الإنسانية تعتز به شكرا دكتور زاهر سحلول أخصائي العناية المشددة والأمراض الصدرية شكرا دكتور جون كيلر شكرا لحضوركم إلى حلب إلى سوريا لتضامنكم مع الكوادر الطبية الموجودة في هذه المدينة المعجزة أيضا لتعاطفكم مع المدنيين نعتز بوجودكم بيننا عند هذا الحد أعزائي المشاهدين أشكر متابعتكم لنا وأشكر الدكتور جون كيلر أخصائي أمراض الأطفال والدكتور زاهر سحلول أخصائي العناية المشددة والأمراض الصدرية عضوي المنظمة سامس الجمعية الطبية السورية الأمريكية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته